ولله الحمد وطبعا بدون أي مبالغة إحنا لو قلنا بأن العرب اشتهروا بالكرم ولو صح أن أقول نصف الكرم عند العرب ونصفه الآخر عند إخواننا في المعرب وبعد العشاء أجرينا لقاءات مع كل من كانت له بصمة في حياة الحبيب المومو أو كان له أثر أو شوط في رحلتي هذا الحافظ هذا البطل الحبيب الموم الحبيب من دي سعري بدأ يحفظ القرآن في مسجدي كسديهم وكتجيبوا كسديهم مع الثمانية كتجيبهم مع الثمانية كتجيبهم مع الثمانية وكسديهم مع الجوج وكتجيبهم مع الثانية والحمد لله وفقه الله تبارك وتعالى وأكرمه الله بحيف القرآن وكان الحمد لله كان يمارس كل وقت في الصلاة وكان يحفظ على الصلاة نتمنى من الله تبارك وتعالى أن يجازي والديه الحمد لله كان شوفه في جميع الصلاوات ماشي نقدر نقول لي كرا بالضبط الفاجر ولا الظهر ولا العاصر أنا ديما كان شوفه بحسن الصداقة والزمانة اللي بينه وبينه وأنا كنت في البداية دي الحفظ ديالي كنت كان عرض عليه وقت ما حفظت شيحيز بولاده كان عرضه عليه نشهد لي بالشهادة بالنس حافظ القرآن كي يجي عندي البيت في قي بس عندي في البيت كي يشد علي في البيت وقرأ القرآن بوحده والفضل كيرجع الله تبارك وتعالى لوالده اللي صاره عليه من الصغر دياله أنا شايف من الصغر دياله وهو هزو أشغل نقول لك تمحن معه ببغل الله يزيزه بخير واحدة المسألة كيكون يصلي الفوق في السدة بمجرد ما يشعروا بأن الإمام غادي غلط كي يركضه برجله أثناء وجودنا مع الحبيب رفع أذان العشاء ووالله يا إخوة بدون أي تنسيق أو ترتيب بالفعل كان الحبيب أول من لب النداء وهذا هو طبعه إخوانه والده طبعا وإمام المسجد كلهم يقولون الحبيب أول واحد في المسجد يحافظ على صلاة الجماعة دائمة شوفوا صعوبة نزوله لهذه السلام والله تعبتنا الدرجة شوية فعلا كانت يعالية شوية والستايل المغربي أحيانا الإخوان اللي زاروا المغرب يعرفوها عندهم يعني صعوبة في الدرجة يوفروا شوية كذا في المساحة متعبة ثم يكونوا في الصف الأول دوما وأبدا طبعا أصر أن نحن نصلي بيهم وكان معانا الحبيب جزاه الله خيرا الله أكبر وكانوا يقولوا يعني يحكينا الإمام إنه لما كان يخطئ أول واحد يفتح عليه الحبيب المومو بس عشان لا يعني لخبطه في الكلام ويجد صعوبة على ما يفكر كان يخبط الأرض برجله وهو يصلي علشان يحدث يعني صوت فيسمع الإمام ويفهم إنه هو أخطأ فيستدرك ويعيد النظر في تلاوته لعله يقف على الخطأ فيفتح على الإمام بخبطة قدم أنا أتمنى وإحنا بنشوف الحبيب بيصلي كذا في المسجد إنه الواحد فينا يعقد العزم إنه ما يترك صعات الجماعة مهما يكون الواحد فينا تعبان ومهما يكون الواحد فينا عنده متاعب ما أعتقد تصل إلى مستوى الصعوبة والشدة التي يمر بها الحبيب ومع ذلك شوفوا ما شاء الله الصلاوات كلها في المسجد صعودا وهبوطا في هذه السلالم إذا صح التعبير قول الوعرة جدا كل يوم يجيبوا حيا على الصلاة حيا الفناء أتمنى نشوف الحبيب فيه يكون الشيخ كبير من الشيخ المسلمين وأقول للناس الأصحة بأن لا شيء مستحيل في هذه الحياة وتكون قدوتهم هي أخي الحبيب حتى تحسبي بحفظ القرآن إن شاء الله يساعدني كثيرا يعلمني كيف يصلي أكثر من أب أعلمني كيف يصلي وكيف تودى وكيف تسل وكيف أعمل كل شيء أنصح جميع الأخوة وأشقاء اللي بيتابعونا على قناة الفجر أن يخذوا أخي الحبيب كقدوة ويمشوا في طريقه أنه لا يوجد حلقة صعبة في الحياة أقول الحمد لله لسا خير في الأمة كتير الحمد لله النموذج وبقول أصحاء مثلي يكفي مثال لشخص تحدى كل سعاب وما عندوش حقات كتير نقصة من اللي عندنا بس إحنا ما وضفنهاش وكان عندو الإرادة كان عندو تصميم نسعتونا نسعتو الحبيب معنا وحس بأنه يلسان قوي مش ضعيف موسيقى موسيقى في 1980 وزاد من مسكين موحا وما كيب ما بكاش وشال بكون لينك 17 يوم ووفى في القرعة في الإنعاش بعد كان ديه لنسبتار كان ديه لها غياضة ثلاثة سنوات موسيقى ترويد وكان هزوه من مسكين ما كيتنشر ما كيتقلب ما يوقف موسيقى محمد لله الحمزي طربيان شوية ولكن محمد لله من الله وشكرنا فرحت لي فرحت لي الحمد لله نطلب الله تعالى يكمل لي بخير ويهدي ويهدي المسلمين أجمعين موسيقى بعد ما مشي الجميع احنا اختلسنا لحظات كده مع الحبيب وشوفناه وبتفرج فعلا على قناة الفجر وهو قاعد لوحده موسيقى وهو يراجع حفظه وهو يقرأ ورده موسيقى 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 وشوفنا دموع الحسرة وشعور بالتفريط في جنب الله عز وجل شوفنا هذا النوع من الدموع موسيقى موسيقى وشوفنا دموع التأثر بعظمة الله بعظمة هذا القرآن وهذه الآية من آيات الله عز وجل موسيقى شوفنا دموع الخشية من الله عز وجل شوفنا كل نواع الدموع موسيقى موسيقى يزا الله خير هذا الرجل أحدث أثرا بالغا في قلوب الناس اللي حضروا معاه من أول ما كان معانا في المسابقة إلى أن لقيناه وإن شاء الله سيتم التواصل مع هذا الحافظ وستشاهدونه في التصفيات النهائية إن شاء الله في مسابقة الأحفظ على مستوى الدول التي ستشارك معنا فانتظروا مستويات أقوى للحبيب إن شاء الله وقدر الشيخ هذا اللي إحنا نسميه في لغتنا إنه معاق وإنه عنده صعوبة في الكلام يا أصحاب الفصاحة واللسان يقرأ ثلاثة أجزاء كل يوم هذا هو الورد حقه ثلاثة أجزاء كل يوم يقراها الحبيب المومو اللي يقرأ ما أقول يعني يتتعتع وهو عليه شق بل يعني شيء أعظم وأكثر وأشد من التعتع ومن الصعوبة يعني شيء في منتهى الشدة لكن يسره الله سبحانه وتعالى عليه لأنه صدق الله فصدقه الله ويسر له القرآن ولقد يسر من القرآن للذكر فهل من مدك؟ أوه 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 أيضًا قرآن اشتركوا في القناة